الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم بعد وفاة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه شؤون المسلمين وأصبح أول خليفة للمسلمين حصلت فتنة كبيرة وكثير من المسلمين للأسف ارتدوا عن الإسلام وكثير منهم رفضوا أداء الزكاة أمر خليفة المسلمين بتجهيز جيوش المسلمين والخروج في حروب الردة سيدنا عمر بن الخطاب في حواره البناء مع سيدنا أبو بكر قال له كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وما له إلا بحقه وكان رد سيدنا أبو بكر الحاسم والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال شرح الله صدر سيدنا عمر لرأي سيدنا أبو بكر وكان نصر من الله أكيد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه طبق اللي تعلمه من خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما سمع منه حديث أركان الإسلام الأول خلينا نعرف معنى أركان أركان جمع ركن والركن هو الجانب الأقوى الركن في العبادة لا يسقط سهوا أو عمدا وإنما يجب القيام به لإتمام العبادة يعني من الآخر ضروري جدا 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 هديك مثال أركان الصلاة القيام مع القدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الرفع من الركوع السجود الاعتداد من السجود الجلسة بين السجدتين الطمأنينة الترتيب التشاهد الأخير الجلوس الصلاة على النبي والتسليمتين الأركان دي لازم نكون بها جميعا ما يسقط منها سهوا أو عمدا يبطل الصلاة أرجع وأقول ركن يعني لازم ومن غيره لا يتم الشيء ودي أهم نقطة طيب ما هو الإسلام الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله الإسلام هو دين الفطرة السليمة قبل ما تتلوث بفعل البشر لو نظرنا إلى جميع الديانات هنلاقي تسميتها نسبة شخص أو أمة معينة عندك مثلا النصرانية نسبة إلى النصارى أتباع سيدنا عيسى واليهودية نسبة إلى قبيلة يهوذا والبوزية نسبة إلى بوزة مؤسس البوزية أما الإسلام لا ينتسب إلى شخص أو أمة خلينا نقول نقطتين في غاية الأهمية أولا إن الإسلام هو دعوة جميع الأنبياء من أول سيدنا آدم وحتى سيدنا محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الإسلام ثانيا طالت تحريف كل الديانات السابقة بفعل الشيطان وأعوانه ولن ينجو أي فرض مهما كان عمله دون الإسلام قولا واحدا وبكده نكون قدرنا نستوعب معنى أركان ومعنى الإسلام عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أرجو من حضراتكم تفهموها وتتعلموها وتعلموها أولادكم ومن فضلك ما تنساش سبسكرايب ولايك وتشير في الخير وياريت لو تزوروا صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث والرابط موجود تحت وقريبا إن شاء الله في تويتر وسناب شات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة